موسيقى بوضوح مع محمد جبار ارحب بكم مشاهدين بوضوح اناقش تصريحات الرئيس الامريكي ترامب اللي اعلن بها عن بقاء طويل الامد للقوات الامريكية بالعراق وتحدث عن مراقبة ايران هاي التصريحات استفزت بس الفصائل الولائية وبعض الالساسة المتأثرين بالمزاج الايراني او ما يسمى بالاسلام السياسي الشيعي ويرت له هذا الاستفزاز مشى على تصريح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ضريف اللي قال امن النجف خطب واشنطن وقال الامريكا تمضون ونبقى بوقتها ما اسمعنا اي رد وكأنه هذا لسان حال العراقيين هذا وزير الخارجية الايراني والطامة الكبرى والتصريح الاكثر استفزازا للشعب العراقي اللي قال الدكتور عادل عبد المهدي قبل الساعة على ما اعتقد بالمؤتمر الصحفي ما لقى اللي ينفى بي وجود قواعد امريكية بالعراق وقال ماكو جنود اكو مدربي ما اعرف ليش الخجل من وجود قواعد امريكية بينما هاي القواعد موجودة باغلب الدول ما اعرف شن الخجل من اعلان واشنطن كحليف حتى الفصائل الولائية حتى الحجد الشعبي حتى الساس اليوم اللي صوتهم مرفوع اغلبهم كانوا بالميدان وكان الغطاء جوي امريكي عموما المشاهدين اناقش هذا الموضوع مع الاستاذ كريم النوري القيادي بالحجد الشعبي والاستاذ غيث التميمي الكاتب والباحث ارحب بضيوف الكرام ابدأ من السيد كريم النوري سيد كريم النوري قلب الدنيا سيد هادي العامري ممكن ثلاثة اربع تصريحات اخر تصريح اليوم هو كان اجتماع سياسي استغل السيد هادي العامري بس ليش ما استفز تصريح محمد جواز ظريف عندما خطب امريكا من النجف وقال لهم تمضون ونبقى مثل ما استفز تصريح ترامب اللي اعلن به عن بقاء طويل الامد للقوات الامريكية بالعراق تفضل تحية لك تحية للمشاهديكم الكرام والضيف العزيز الشيخ غيث التميمي وحقيقة ابدأ من حيث التصريحات دبلوماسية التصريحات من ترامب الى ضريف والشعب العراقي هو الذي يدفع ثمن هذه التصريحات اليوم تصريحات ترامب انا باعتقادي حمقاء تبرر لصناعة مسلحين جدد في العراق كما برر الوجود الامريكي استقطاب كل المسلحين من دول العالم بدعوة بحجة مواجهة الامريكان في العراق ولم يستهدفوا القواعد الامريكية بل استهدفوا سامراء لإحداث الفتنة الطائفية واليوم حقيقة تصريحات ترامب ذات العقل الافتزازي والاستفزازي والاقتصادي اليوم وحدت بين سارون والفتح سارون والفتح كانت هناك بينهم كسر إرادات ولي أذرع لكن اليوم توحدت الإرادات وتكاتفت الأذرع بسبب تصريحات ترامب احنا اليوم نتكلم بصراحة لا لا بالعكس هذا موضوع آخر سيد كريم النوري هذا موضوع آخر ودعتك موضوع آخر أبدا ما وحدتهم ترى الوزارة الوزارة اللي اليوم تم الاتفاق على استحداثها هي صنع بيروت بس هذا موضوع آخر لا تأخذني به لا خلينا نبقى بجانب تصريحات ترامب اللي وصفتها بالحمقاء أنا أعرف أنت شجاع وأتحداثك إذا وصفت تصريحات محمد جواب ضريف اللي من النجف قال للأمريكا تمضون ونبقى أتحداثك إذا قلت عليها حمقاء فضل لا أنا أقول بصراحة تصريحات لم تكن موفقة ليش محمقاء؟ إذا كان يقصد نبقى أن نحن الضمير لا لا الضمير المستر تمضون ونبقى ضمير المستر إذا يقصد إيران كدولة جارة تمضون ونبقى أستاذ كريم ونبقى نحن يقصد الإيرانيين أم ماذا؟ وأنا أقول يمضون يمضون الأمريكان والإيرانيون يمضون ونبقى نحن نبقى أيضا لذلك اليوم أزمة التصريحات لا يمكن أن يدفع ثمنها العراق نرفض النفوذ الأمريكي في نفس الوقت لا نسمح بنفوذ آخر يأتي بحجة النفوذ الأمريكي لماذا مخففها؟ لماذا مخففها سيد كريم؟ سيد كريم لماذا مخففها؟ مخففها مخففها على أمريكا محمرين العين وعلى إيران لا مخفف فيها أكو دبلوماسية هاي الدبلوماسية لماذا لا أستخدمها؟ مع حليف مثل واشنطن ومعه جارة مثل إيران لا ضاير أولا لا أسمع أو خلنا نوضح نحن أولا يجب أن نبتعد عن سياسة المحاور الدولية ولا يمكن العراق أن يكون ساحة للتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران هذا الواقع ولا يمكن أن نكون طرفا في طبيعة الصراع بين طهران وواشنطن ولا نكون ساحة خلفية لأي دولة أو ورقة ضاغطة ضد دولة أخرى هذا واضح وبوضوح كما هو عنوان البرنامج أتكلم بوضوح رغم اعتقادي أن تصريحات ترامب خدمت إيران خدمت إيران بشكل جيد بحيث يمكن توظيف هذه التصريحات وخاصة عندما يقول نحن في العراق جئنا لنراقب إيران هم يقولون مستشارين خبراء مدربين هل بيكم أما يتحول ذلك إلى مراقبة أن نكون عينا وجاسوسا ضد أي دولة لا نسمح بذلك لا يمكن أن نكون ورقة إيرانية ضاغطة على أمريكا ولا أيضا أن نكون ورقة أمريكية ضاغطة على إيران أكو مثل هذا الوضوح السادة محمد لا واضح جدا ولذلك أقول بصرح يوم العراق لا يمتلك لاعبين جيدين خلينا نروح للسيد اللاعب القوي اللاعب القوي إيران اللاعب القوي إيران وأمريكا ونحن فقط متفرجين شوقت خلصنا عمرنا متفرجين سيد كريم النوري على الأقل شوقت نكون احتياط عموما نخليكيا خلينا نرحب بالأستاذ غيث التميمي هو ما أستاذ غيث أرحب بيك معنا برنامج بوضوح على شاشة قناة زاقروس السيد كريم النوري يقول تصريحات التراب وحدت سائرون والفتح بالتالي استفادين منها فضل تحية إلك صديقي ولمشاهديك وتحية لأخ والصديق الشجاع السيد كريم النوري شوف بالتأكيد بين سائرون الصدرية وبين الفتح أكو حبل سري يشتركون فيه قبل تصريحات ترامب وبعد تصريحات ترامب الحبل السري اللي يجمعهم هو موقفهم على الأقل من الاحتلال الأميركي وانسجامهم مع منظومة المقاومة لهذا الاحتلال طبعا على تبايونات وتمايزات بيناتهم الصدريين عندهم رؤى تختلف لأن مقاومتهم عراقية بدوافحها وعراقية بأهدافها وبتمويلها وبآلياتها وبقيادتها وقرارها أما الأخوة بالفتح هم مقاومون لكن بقرار إيراني وبتأدريب إيراني وبتسليح إيراني وبتمويل إيراني وبتخطيط وتجهيز وبوصلة وكل شيء وفتوى إيرانية أيضا لكن هم يشتركون في هذا الخندق فقط لذلك أعتقد أنه متصريح ترامب اللي يجمع الصدر مع فتح في الذهاب إلى تشريع قانون أو الذهاب بهذا الاتجاه لكن خلينا أقول لك بشكل واضح أنه واضح جدا بأنه نفس المنطق الذي تعامل به المالكي مع وجود الأميركي في العراق 2009-2010 هو لا يزال نفس المنطق يحكم الجماعة الشيعية إلى الآن بمعنى هم ينظرون إلى الأميركان بعيون الخميني لابسين نظارات الخميني ويبعون للأميركان رغم أن الأمريكان والدبابات الأمريكية والطيارات الأمريكية هي وحدها سلمتهم السلطة وعادتهم إلى العراق وجعلتهم الآن يتحدثون كقادة لو لا الأمريكان لا خامنئي ولا الخميني ولا الجمهورية الإسلامية ولا الحرس الثوي ولا قاسم إسليماني ولا كانت عرفوا يندلون بابي الشر استاذ غيف استاذ غيف بزيارة كربلة ممتاز استاذ غيف هذا الحكي يشمل عادل عبد المهدي لو لا عادل عبد المهدي لا يحسب على الإسلام على رأس القائمة عبد المهدي ليش عادل عبد المهدي 2009 أنا موجود في بغداد إجا دخل عن طريق كردستان اعتقلوا الأمريكان في 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 شسمه في ديالة وضقوا صراحة ومجموعته ودخلوا للقصر المؤتمرات ونوبوا وضعوا جزء من منظومة الحكم في مجلس الحكم شنو عادل عبد المهدي فد رمز تاريخي عادل عبد المهدي لو للأمريكان ما كان يتجرأ يشوف أنه بيتهلة يعني شنو عادل عبد المهدي من هو عادل عبد المهدي عادل عبد المهدي جزء من منظومة جاء بها أمريكان العراق أقصد يعني ما محسوب على الأقل على الإسلام السياسي الشيعي عقاديا غير مرتبط مثلا بطهران أو بإيران لا 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 هذا كلام غير دقيق عادل عبد المهدي ابن لا 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 عادل عبد المهدي ابن المنظومة الإسلامية الشيعية وهو يد الأحد مساعدي سيد الشهيد محمد باقر الحكيم اللي هو القائد وزعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وهو واحد من جنود المنظومة الإيرانية في المشهد العراقي نعم هو ينتاز بالاعتدال والعقلانية وابن عائلة لها تاريخ سياسي بالعراق وشخص محترم لكن هذا لا يعني أنه هو خارج المنظومة الإيرانية بس خلينا أكمل الجزء الأهم بالموضوع لو سمحت طالع الشيعة بالعراق لا زالوا ينظرون إلى الأمريكان بنظارات الخميني ما قادرين يباعون للأمريكان كما هم الأمريكان قوة عظمى ودولة صناعية وأهم اقتصاد بالعالم وهم اللي أحدثوا التغيير في العراق 2003 احنا بالعراق 2009-2010 ردنا وأقصد المالكي طبعا راد يرضي الإيرانيين بكل وسيلة ويتخلص من الأمريكان وبهاي الجزئية اتفقت مصلحته مع مصلحة الديمقراطيين وأوباما تحديدا لذلك سووا اتفاقية الانسحاب غير المسؤول وفعلا هذا الانسحاب غير المسؤول كان نتيجته أنه العراق تورط والمنطقة تورطت بحرب سوريا ودخول داعش بعد ذلك ونمو الصراعات الطائفية وسقوط مدن عراقية وخسارة العراق أكثر من 200 إلى 300 مليار دولار نتيجة هذه الأزمة فضلا عن عشرات الآلاف من العراقيين الضحايا اليوم أيضا الجماعة وكأنه الملف الأمني أمن الناس كرامة الناس هو بإيدهم يعني الموضوع هو مشتهد العلاقة بنظرة الخميني يا جماعة إحنا نحترم قراركم لما نتقولون خلي نسحبون الأمريكان بس شوكت مو يطلع قيس الخزعلي يصرح ولا مو اقتدى الصدر يصرح ولا هذا العامري يصرح احترموا نفسكم كقادة سياسيين ودزوا على عبد الوهاب الساعدي ودزوا على طالب شغاتي ودزوا على القادة الأركان الجيش ودزوا على القادة البيشمرقة وقعدوا مع العسكر العسكر مو العمايم مو الفتاوى دزوا على العسكر يسئلوهم عمي هل نحن بحاجة لبقاء أمريكان اتم الملف الأمني قادرين له تحتاج لو ما بحاجة نحتاج بقاء قوات لو ما بحاجة نحتاج مستشارين لو ما بحاجة حتى القادة الأمنيين هم اللي يقولون اما انا يطلع لقيس الخزعلي يصرح وهادي العامري يصرح شنو شغلتكم التمت شوكت احترمون الدولة دولة جاي تقودوها احترموها احترموا الدولة اللي تقودوها فذاك الوقت بجزء من دقيقة فلا بجزء من دقيقة بجزء من دقيقة لو قال القادة الأمنيون اننا لسنا بحاجة للأمريكان ذاك الوقت اخراج الأمريكان منطقي لانه هو عملية تكاملية احنا يا اخواني شكرا لكم ساعدتونا دعمتونا شكرا شكرا لكم لكن لما يكون الموضوع انا جند سليماني وانت عرفك انا عرفك انت جند عد سليماني وانت كل مشكلتك مع الأمريكان انك عندك ارتباط مع خصومهم فهذا الوقت لا طبعا هذا لا يبرر تصريحات ترامب الهوجاء الحمقاء السخيمة طيب شكرا لك سيد غيث خليكوا ياهي خلينا انتقل وارجع باللي تفضلت بي بعدة النقاط مهمة جوهرية للسيد كريم النوري سيد كريم النوري الله يعينك جاوبني على النقاط اللي اثارهم غيث الالتميمي ليش تشوفون الأمريكان بعيون الخميني ليش نسمع تصريحات من سيد هاد العامر من قيس الخزعلي من اي قائد فصيل مقاوم ليش ما الموضوع يسند للعسكر للمتخصص حتى نعرف نحتاج الأمريكان لو لا ما نحتاجهم شكرا الله وياكم بالتأكيد احيانا ننظر بعيون عقاعدية واخرى بعيون مصالح سياسية يعني المصلح السياسية ربما تقتضي ذلك اليوم نتكلم بوضوح وجود القواعد الأمريكية هي قاعد رئيسية أدوات رئيسية وأساسية للسيطرة الأمريكية على العالم وجود أي قواعد في كل دولة في العالم هي من أجل الاستقواء أما القواعد الأمريكية في العراق بالصراحة هي من أجل الانحناء لإملاءات الترامب واليوم أتحدى أي نائب عراقي سيد كارين سيد كارين معذرة لمقاطعتك معذرة معذرة أنا ما ريد تبرر لي مهمتهم ما ريد تبرر لي تواجد الأمريكان أو القواعد الأمريكية لا ردلي على النقاط الجوهرية اللي أثارهم غيث ليش تشوفون الأمريكان بنظرة الخميني ليش هذا التدخل بالعمل الحكومي ليش العمامة ما تحترم الدولة ما تحترم الحكومة أولا أستاذ محمد هناك موقف رسمي تتبناه الحكومة العراقية ووزارة الخارجية العراقية وهناك موقف محلي هو ما يطرحه بعض قاتلة الأحزاب حتى يكونها كتفكيك أولا تصريحات قاتلة الأحزاب لا يمثل الموقف الرسمي الحكومي أو الوزارة الخارجية هاي خليه ما قول معلومة الخضية الثانية أولا خلينا نفهم الوضوح يعني إذا أكو مشكلة مع إيران لا يمكن أن نتوحث منها مع الأمريكان أولا كم قاعدة أمريكية عندها في العراق وهذه القواعد هل هي لصالح الأمن العراقي لو راح تأدي إلى انقسام مجتمعي إرباك الرأي العام والبعض الآن يعيش أحلام تسع نيسان ثانية على الأبواب هكذا يتوهم وربما أيضا هذا يشجع الأمريكان البعض الآن يتحدث هكذا أنه الأمريكان سيكررون سيناريو تسع نيسان هاي نظرية مؤامرة هاي نظرية مؤامرة سيد كريم هاي نظرية مؤامرة هاي نظرية مؤامرة لا زال لا زال لا زال لا زال الإسلام السياسي الشيعي صحيح يحكم بعقلية المؤامرة هاي نظرية مؤامرة لا جاوبني على على النقطة اللي أتارها غيث عزيزي تعال هنا الشيخ قيس الخزعلي سيد هاد العامري قادة فصائل المقاومة هانطلق منها هانطلق منها يقدرون يقدرون يقولون مثلا لعبد المهدي للأمريكان إنه إحنا نحتاجكم لأولاء يقدرون الموقف العسكري شنو دخل الإعمامة بالعمل العسكري والعمل السياسي لا أولا تريد الواقع هؤلاء يتكلمون لديهم مقاعد في البرلمان اليوم خروج القوات الأمريكية حاجتنا للأمريكان أو عدم الحاجة ما يحدثها قادة الأحزاب يحدثها أولا البرلمان والحكومة العراقية والاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا اليوم سبع تالاف أو خمس تالاف أمريكي ما نعرف شنو مهمتهم مدربين مستشارين خبراء بينما اليوم أعطيك الرقم الدقيق للإيرانيين بالعراق وليس هناك أي مقاتل لا يتجاوزون الماء مئة إيراني في العراق بعنوان مستشارين بالتسيق مع الحكومة العراقية لكن هذا لا يبرر اليوم الخلاف الإيراني الأمريكي لا يبرر أي نفوذ لأي منهما يعني اليوم الأمريكا عندما تتخوف من النفوذ الإيراني السائد جاء يتراقبونهم بالعراق تفضلوا إيران موجودة في الجولان موجودة في لبنان موجودة في أكثر مناطق العالم لماذا تجعلون من ساحة العراق هذا الجو المتكهرب تأتي أمريكا حتى حقيقة تزيد على النار زيتا ولذلك نقول بصراحة اليوم لا يمكن أن ندفع ثمن سياسة المحاور الدولية وإذا لدينا قدرة وإرادة نجعل من العراق فرصة للتناغم الدولي والتخادم الإقليمي هل نحن قادرون أن نبتلك هذه القدرة أنا تحدثت نحن متفرجون وساحتنا العراقية اللاعبون الأساسيون إيرانيون أمريكيون نحن متفرجين اليوم هل نبتلك الإرادة على مستوى البرلمان ولذاك اليوم الوجود الأمريكي مرفوض مرفوض البيئة العراقية رافض له وإن كان البعض يتمنعنا وإن راغبات البعض يجوز في داخلي يتمنى الوجود الأمريكي لكن لا يصرح بذلك سواء من السياسيين أو من بعض خلينا أرجع للأستاذ غيث وأستاذ غيث بوضح السيد كريم النور أن التصريحات ترامب خدمة إيران وثاني شي هو انتقدته حجيت على العمامة العمامة بالعراق بلد إسلامي وين نود العمامة وين نود العمامة يعني شون نصدره من الخارج شون عراقيين باقي طبعا أنا أتفق مية بالمية أنه تصريحات ترامب خدمة القاسم السليماني وخدمة ميليشياتها بالعراق هي ما خدمة إيران لأن الشعب الإيراني شعب مضطهد من نظام مستبد متجبر دمر إيران ودمر اقتصادها ودمر شعبها بس خدمة السليماني وخدمة ميليشياتها بالعراق ليش لأنه هاي الميليشيات ما تمكن أن تعيش بدون وجود عنف وسلاح ومبرر للعنف فلذلك يتحب مثلا داعش قاعدة طائفية الآن مثلا احتلال أي شعار يسمح لها بأن تحمل السلاح وتستقوي على الدولة والقانون والمواطنين فالآن ترامب اطاهم هدية خبل هسا صار وكلهم بعد من يحجون يصيرون وطنيين وإحنا من نحج نطلع عملاء وهم هذا أهم شي يعدهم لذلك هو خدمهم خدمة جبارة فعلا لكن خليني أرجع لأصل الموضوع أصل الموضوع مثلا سيد كريم وهو أخ عزيز قال أنه البرلمان ينظر بهذا الموضوع أنا طبعا أقول بالحقيقة أخطر ما في العراق أن الملف الأمني يبقى ملف سياسي بزمن المالكي سيس الملف الأمني وكانت النتيجة أكثر من سبعة آلاف مواطنة عراقية إيزي دية راحا سبايا بنات المالكي محميات بس بنات العراقيين السبب أكثر من عشرين ثلاثين ألف بس من عشيرة بني تميم وباقي العشاير الممتدة من حزام بغداد ضحايا وشهداء يعني نتحدث عن آلاف الأرامل والأيتام ما خسرت عشيرة المالكي بطويريج اللي خسروا الناس الأبرياء الفقراء بساتين نراحت مصالح نراحت وهكذا سليماني ما خسر الشي الرجال استثمر الحرب في العراق وبسوريا وبنى منظومة عسكرية وميليشيات من اليمن إلى نيجيريا والرجال يقعد وين ما يعجب يتفاوض باسمك وباسمي لذلك أقول إذا يبقى الملف الأمني سياسي فيا سيد كريم النور اسمحونا نقول لكم مثل ما تستقوون بإيران اسمحوا أو اقبلوا أن يستقوي البعثيين بالأمريكان ويستقوي خميس الخنجر بقطر ويستقوي مدرمين بالسعودية ونستقوي بإسرائيل ويستقوون بغيرها وهذا العراق راح يبقى بحر من الدم وبذمتكم إلى يوم القيامة لكن خلونا نحطي منطق ولو لربع ساعة المنطق يقول أنه الملف الأمني ليس ملكا للميليشيات ولا ملك للعمين الملف الأمني يعني شرف العراقيين وكرامة المواطنين اللي بعدهم قاعدين بالخيم وبعدهم ناسعين جرف الصخر بعدكم ما مرجعينهم منطقي خلينا كمل صار ثلاث سنين جرف الصخر حررتوها الحد الآن أهلها ما جاءت قبل نترجعوهم المناطقهم زين فالملف الأمني باقي بيتكم دمرتوا العراق بصراحة قلنا زين سيد غير سيد غير مع احترام طبعا مرة ثانية أو عاشرة لأخي سيد كريم أنا جاءت أتكلم عن منظومة وليس عن شخص خلينا أقول الملف الأمني هو أن لازم يروح يوخرون العمائم يروحون المساجدهم حتى نحترمهم في برلمان هم يشرعون القوانين اللي يسوي اقتصاد وتبني دولة ويجيبون القادة الأمنيين يقعدون يقبالنا باحترام في مجلس النواب ويسولفون أمن ما يحجون نسليماني ما يحجون مقاومة ما يحجون فصائل احنا دولة سيد كريم هي مو عصابات طبعا محترامي لشخصك احنا مو عصابات اكو دولة اسمها العراق الذي تحكمونه والذي باسمه صرتهم وزراء ورئاسات وزراء وصارتكم مواكب وقرات وحزاب احترموا العراق قعدوا بالبرلمان ودزوا على القادة الأمنيين باحترام وسئلوهم هل هم محتاجين للإيرانيين لو للأمريكان اذا قالوا ما محتاجين احنا وانتم والشعب كله خلف قوات الأمنية نقولهم بارك الله بكم محمولنا لكن لا والله ابن زاج قيس وبمزاج سيد مقتدى وبمزاج هاد العامري نقولكم لا والله ما احترامنا لكم احترموا حدود القانون والدستور انتم سياسيون قعدوا واختوا لا تدخلون بالأمن أمننا كافي تعال طيب سيد صار لكم خمسة أشهر عجزتوا أن تسوونا وزارة داخلية ووزارة دفاع زين انتم وزارة داخلية ودفاع ما عارفين تحلونها طيب سيد غيث ماشا وقعدوا رحش على قدكم يا عمي ماشا اقعدوا حلوا مشاكل لا اقفلي اقفلي وشكرا جزيلا اقفلي لا 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 مشكرا جزيلا لا خليكوا ياي انت صريح واني همر داكون صريح معاك اليوم اللي تحدثت بي الان اللي ينظر لك اللي قاعد ببغداد نعم واللي شايف والي الميليشيات بالمحافظات العراقية يقول لك غيث التميمي يتحدث بترف سياسي غير قابل للتطبيق تعال انا اريد اخليك هسا خلال خمس دقائق رئيس وزراء رئيس وزراء رئيس وزراء وحلي انطيني اه اه على الاقل حلول سياسية تبعد لي الملف الامني عن الملف السياسي وقاسم سليماني يجتمع بالتحالف الوطني شلون لا ما هو انا اتفقوا ياك مية بالمية اذا نتحدث عن تقييمنا للوضع السياسي هم ناس موظفين عد سليماني الاغلبية الشيعة السياسيين والاحزاب الشيعية السياسية موظفين هم اقل من موظفين عد سليماني بس لما نتكلم احنا عن دولة انا اقول لك حتى سليماني سليماني بالرتيجة ابن مؤسسة عسكرية مهمة وهو ضابط بشكل وبآخر محترف سليماني يفهم هذا المنطق لذلك سليماني لما صارت معارك داعش قبل بانه يصير الغطاء الجو امريكي وقبل بانه يكونون المستشارين الامريكان وغير الامريكان فسليماني يفهم منطق الامن لكن يريد ناس تقعد قباله كقادة وكعراقيين مشكلة سليماني كل الذين يجلسون امامه يقولون له سبوح قدوس لبيك وسعديك نحن عبيد خدم مطيعين اليك سليمان الرجال يريد واحد يقعد قباله يقول له اخي وين مصالحكم انتم ايران يقول له واحد اثنين اثلاثة يقول له وهذا اني مصالحنا وذن مصالح الامريكان وهاي مصالح السعوديين وهاي مصالح سوريا وهاي الاردن تعال خلينا نسوي لنا طبخة بالعراق تحمي مصالح الجميع وانتم شركاء والامريكان شركاء مثل ما سواها ونجح المالكي في 2009 لما نجمع قادة الحرس الثوري مع القادة الامريكان في بغداد وحقق امن لدرجة انه الزوار الايرانيين يجون من ايران يرحون السوريا لسيدة زينب عن طريق المية وستين بالرمادي يطبقون الساعة بالوحدة بالليل يأكلون كباب بالفلوجة وبالمية وستين آمنين مطمئنين بحماية اهل الرمادي وبحماية الصحوات لكن بعد ما طلعوا الامريكان وصارت اخداش سوريا انقلب سليماني والمالكي على الاتفاق اللي صار مع الامريكان وكانت النتيجة ان نعتقلوا السنة وحلوا الصحوات وطببوا داعش احنا نقول ارجعوا الى عقلكم قعدوا مع اسليماني قعدت قادة احترموا نفسكم وقلوا له انت اخ وجار واحنا عدنا مصالح ما ممكن نتخلى عنها مع ايران ولكن العراق اهم واقدس تعال نشوف مصالحك ومصالح الامريكان طيب بالاتفاق مع عدن العراق ومصالح العراق ممتاز ونشتغل وهذا ممكن ممتاز الامريكان الايرانيين براقماتيين ويفهمون هذا المنطق ويحبونه بالضبط سيد كريم يعني بش وقت يصير عدنا قاسم سليماني شوكت عدنا؟ على الاقل عمي ما يخالف من قادة الفصائل المسلحة شخص يروح الايران ويجتمع ويروح السوريا ويروح اللبنان ويروح لليمن ويوصل الحد نيجيريا يدور مصالح بلد يدور مصالح العراق ليش مشكلتنا حالها بيت قاسم سليماني بداية عندما نتحدث عن مصالح الدول لعل ايران وامريكا وبقية الدول العالم لها مصالح ونفوذ وليس عيبا ذلك يعني الاستغراب لا تكون لها مصالح ونفوذ وليس المستغرب ان يكون لها مصالح واحدة خليبال ثانيا الخلل هو بالسياسة العراقي الذي لا يعرف مصالحه لا يعرف ماذا يريد لا يعرف ماذا يفيده انا اقول اليوم حتى اكون يعني جوابا للاخ العزيز استاذ غيث التميمي انا هناك تفصيل هو باحث يعرف معنى التفصيل والتفريع هناك موقف رسمي الحكومة ووزارة الخارجية والقوات الامنية تشخص الحاجة وتشخص المصطحة والخطر وهناك موقف سياسي ري عام من حق البعض يعبر عن وجهة نظره لكن هل يمثل الموقف الرسمي للعراق هنا الكلام اليوم اذا تحدث السياسيون عن مواقفهم عن قناعتهم بالوجود الامريكي بوجوده في العراق ويكون مراقبا لايران والدستور العراقي يمنع ان يتحول العراق الى منطلق للحاق الاذى بالاخرين اليوم احنا عندنا مشكلة اليوم هناك ضغط وتجاذب بين الدول سياسة المحاور الدولية التجاذب الاقليمي والدولي ليش احنا ما يكون عندنا موقف ليش ما نفكر بمصالحنا مقام المصالح الاخرين والله ايران من حقها وامريكا من حقها والسعودية من حقها لنتم كلها مصالح تبحث عن مصالحها تبحث عن امنها القومي امريكا عبر القارات وجابة لسبع تالاف واحد ما ادري مدربين ايران يقول لك من حق نبحث عن مصالحي وامني القومي اليوم احنا العراقيين نحن العراقيين يجب ان نعرف مصلحتنا وين بوصلة المصالح وين لذلك اليوم الحكومة يبدو لا تريد ان تعرف من الواقع عفلي عفلي الحكومة عفلي الحكومة سيد كريم سيد كريم الاهم 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 التصريحات اللي ما المفروض نسمعها لا من هادي العامري لا من قيس الخزعلي ولا من قادة فصائل المقاومة يجب ابعاد الملف العسكري الامني عن الملف السياسي يعني الاسلام السياسي الشيعي مو كافي استجداء مشاعر الناس والله احنا ضد الامريكان والله احنا قاومنا الامريكان وتدري انت السفير الامريسي ذاك اليوم ذاك اليوم وين كان قاعد جيد جيد طبق اليوم اذا نتحدث عن تبادل الادوار ووحدة هدف اليوم هذا تبادل الادوار بين الحكومة وبين الاحزاب على الاقل الحكومة تستفيد من هذا الضغط الشعبي والسياسي على امريكا حتى لا تكون محرجة اليوم يجب ان تفهم امريكا ان احراج الحكومة مقابل الاحزاب مقابل الضغط الشعبي والله من مبرر غير مقنع تجبرني اقاطعك تجبرني اقاطعك تريد تضغط تريد تضغط على الحكومة السيد هاد الامر عنده كتلة سياسية اكمل فكرة قيس الخزعلي عنده كتلة سياسية يجتمعون بالبرلمان ويروحوا شرع قانون يطلع بالقوات الامريكية لا تضغط على عادل عبد المهدي حتى يقبل ويستحدث وزارة الفياضي رضيك جيد 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 اولا موقف الحكومة دعني نقول موقف سياسي رسمي لكن القوة السياسية الاحزاب يجب ايضا ان تكون عملية تبادل الادوار وضغط على الاقل اللاعب العراقي يعطي اشارات الامريكان انا محرج انا عندي شعب عنده قوة سياسية ضغطة على الاقل مشروع او خيار المقاومة خلي يكون خيار موجود داخل الشعب عندنا تجربة مع الامريكان نحن لسنا طلاب حرب ولا نريد التصعيد والتهديد لكن لن نستسلم او نستكين عندما ترامب يتحدث بلغة الكابوي الامريكي ويريد الاملاءات على العراق هل يمكن السكوت والصمت بحجة اننا لا نريد التصعيد ولا نريد الحرب لكن اليوم يجب ان يفهم ان هناك ضغط داخل العراق لا يمكن ان تمثلوا حكومة واحدة يعني الحكومة راح تكون مستفيدة من هذا الضغط امام ترامب والادارة الامريكية انا هناك لدي ضغط داخلي فانتم عليكم ان تتفهموا وضعنا واحراجنا لذلك اليوم اليوم التدافع الاقليمي باتجاه العراق والعراق كأنما اصبح محور دور محوري هذا الدور المحوري يجب ان يكون لصالح المنطقة من اجل التخادم الاقليمي والتفاهم الدولي والتلاغم على اقل سيد كريم سيد كريم والله تجبرني اقاطعة يعني التخادم الدولي والتخادم والتخادم الدولي والتخادم الاقليمي هسه ما تعرف الامريكان موجودين الامريكان موجودين بقواعد الامريكان ينفذون عمليات نوعية بكل المحافظات العراقية بس هسه من الرفاب فالح الفياض من استحدثوا للوزارة وحتى يجي يضغط على عادل عبد المهدي ويضغط على مقتدر الصدر هسه صار العراق ومصلحة العراق لو فالح الفياض لازم نقبل به نريد ما نريد لانه قاسب سليمان يريده ليه شو يعني بس قوات امريكية بالعراق ماكو قوات تركية كم قاعدة تركية بالعراق من واحد سسعين والله هل مفروض الكلام ينقال القادة القادة الفصائل المقاومة هذا المفروض ينقال القادة الفصائل المقاومة عن القوات التركية الكندية الفرنسية اليوم اليوم يجب أن يكون هناك وضوح أنا حقيقة اليوم الكرة في ملعب الحكومة العراقية الحكومة العراقية يجب أن تحدد مهمة القوات الأمريكية في العراق هل هي تدريب استشارة خبراء أما تكون بهذه الطريقة الغامضة ستزيد من تعقيد الموقف وإرباك الرأي العام أنا تحدثت الآن البعض يعيش أوهام أنت سميتها نظرة المؤامرة أنه ربما يتكرر سيناريو تسع نيسال 2003 إذن هناك من الذي ساعد على هذه الإشاعات على هذه الأراجيف على هذه الأوهام هو الغموض الحكومي اليوم الحكومة مطالبة أن توضح بشكل صريح أمام الشعب العراقي بأن عدد القوات هكذا عدد القواعد هكذا ويجب أيضا تصحيح أو عادة النظر بالاتفاقية هل هي من جهة الإملاعات هل هي في غرف مظلمة تم صياغتها لا كثير من القضايا يجب الوقوف عندها طيب أرجع للأستاذ غيث أستاذ غيث وكأنه أكو تعمد بتصريح ترام دلالات توقيته واشنطن تريد توازن سن شيعي بالحكومة وحتى بالبرلمان إعادة توازن شوف لاحظنا أنه من خلال الحديث هذا على الأقل طبعا أنا أقول أنه سيد كريم النوري والجهة التي يمثلها الأخوة في بدر هم يمثلون الجماعة الأكثر عقلانية في محور المقاومة اللي يسمي نفسه محور المقاومة ولكن مع ذلك هو محرج ما يقدر يناقش أصل الموضوع لذلك طرح فكرة ذكية هي بس هي أيضا تحتاج إلى نقد الفكرة شنو هي قالها قيس الخزعلي شيق قيس في لقاء مع الأخصر مد الطائق قبل فترة قال أنه إحنا هاي تصريحات تستفيد منها الحكومة في الضغط بس إحنا على الأرض ما نسوي شيء يعني هذا ما معنى كلامه أنا أقول يا سيد كريم ليش نرعب ختيلان يعني ليش هذا الختيلان سياسة الختيلان الشيعية إلى متى تستمر بيتكم السلطة وأنتم حلفاء الأمريكان وأنتم حلفاء الإيرانيين وأنتم موجودين وقابضين على السلطة بكل مفاصلها التشريعية والتنفيذية الأمنية القضائية المالية النفط كلها عندكم هذا القلق الوجودي جاي يذخونا بالعراق ليش خايفين من البعث يرجع هم البعثية شظل بهم ناس شياب ماتوا خلصوا التم حلفاء حقيقيين للأمريكان ليش خايفين هذا الرعب خايفين من البعثية هم البعثية شبيديهم هالمقاريد هذولا خلصوا أنتم المفروض متى تطوم فرصة الأمريكان يرجعوا للبعثية أنتم دزوا عليهم أخوتكم عراقيين عذبتوهم عاقبتوهم اشتثيتوهم عدمتوا قياداتهم خلص دزوا عليهم قاعدوهم حالهم حال خميس الخنجر خلي قاعدون إياكم حلفاء وتقاسبوا إياهم قطوهم 10-15 مقعد بالبرلمان وخلي صيحهم بنروح بالدم نفديك ها صدام يعني شن الفرق خميس الخنجر عن باقي إخوانا البعثيين شن الفرق قبل عاكس يمكن البعثيين هو يحسن خطابهم مو طائفي وطني وزمن صدام ولا لا تظلون ترعبون العالم يجول أمريكان وإذا جول أمريكان الأمريكان من يجول المنطقة جابوكم جابوكم طوكم سلطة شنو كإنما تصورون الأمريكان الآن وحوش وهو الأمريكان اللي يطوكم السلطة تتم لوما الأمريكان يشوفوا الحكم سليماني لوما الأمريكان يصير إمبراطور بالمنطقة فليش خايفين من الأمريكان الأمريكان أصدقائكم قعدوا معاهم وشوفوا مصالحكم قلوهم يا با اتفقنا خلص المرحلة الأولى من الصفقة تمت واستلمنا الحكم وخربطنا الأول والثاني تعالوا خلونا نبني العراق ونسوي اقتصاد وسياسة وإنتم قادرين على ذلك المالكي يجيد الحوار مع الأمريكان سيد هاد العامري يجيد الحوار مع الأمريكان وكذلك باقي الفرقاء هذا جانب أيضا كافي رعب كأنما خوفته العراقيين الأمريكان والأمريكان موحوش الأمريكان ناس دولة امبراطورية عظماء كل العالم يحتفي بزيارتها يحتفي بعلاقتها معاها مثل ما الدول العظماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكوريا كل دول عالم فرحانة لأنعدها علاقة بالأمريكان أنتم مو أحسن من هذن الدول سووا علاقة رسمية وكافي ختيالان أنتم أصدقائهم بس بالتلفزيون تخشون عنهم وكأنهم أعداء نزعوا نظارة الخميني وباعوا للمستقبل وإلا سيتجاوزكم التاريخ هذه نقطة نجي النقطة الثانية اللي هي ذكرها خضراء السيد قال إنه الروح للبرلمان وهذولا قادة السياسيين ومن حقهم يصرحون يا سيد الفاضل القادة السياسيون من حقهم يصرحون لما يبرطوا لهم شارع واحد بالدولة يقدر 15 سنة ما دبرتوا شارع واحد شون نصرحون ليش نسمعكم 15 سنة ما بنيتولكم مدرسة ليش نسمعكم ليش نثق بيكم 15 سنة ما سويتولكم مستوصف 15 سنة ما وفرتوا تمن وطحين بالحصة ليش نسمعكم صار 3 سنوات جرفوا الصخر وباقي المناطق المحررة الناس عراقيين مواطنين محميين بالقانون والدستور ما تخلوهم يرجعون لبيوتهم ليش نثق بيكم ونسمعكم هذول أمريكان له عراقيين خلونا نحكي منطق ونسولف كقادة ونسولف بمسؤولية ما زالت لازمتوا إلى الآن ما قادرين تفتحون ملف تحقيق على نعيم عبعوب تريدون تحجون على ترامب بشلون أسمعكم بها طريقة أسمعكم لذلك نقول خلونا نرجع إلى المنطق اسمحوا للحكومة مالتكم اللي أنتم جبتوها والوزراء اللي أنتم خطيتوهم والتحالفات اللي فرضتوها على العراق وبدعم إيراني اسمحوا لهذه التجربة نفسها أن تنجح لأنتم جبتوها خلوا عبد المهدي يقعد مع القادة الأمنيين مو مع زعماء الميليشيات اللي عاجبهم يصيرون نصر الله افتهموا نصر الله في لبنان عنده مبرر أكو إسرائيل عنده على الحدود اتتم العراق العراق العظيم العراق اللي يشور العراق ما ممكن تقارن بنصر الله نصر الله قصة صغيرونة هذا العراق لا يمكن أن يحتل العراق ممكن أن يغزع من غازي بس ما يحتل لا تخافون من الأمريكان ولا تخافون من البعثيين البعثيين ما يقدرون يحتلون منطقة بقد الفلوجة فلا تخافون أبيكم حظ قعدوا ويا البعثيين مثل ما قعدتوا يا خميس الخنجر وسووونا تسويات وعاشت ديكم وراح نصفق لكم قعدوا إلى الأمريكان وسووا تسويات أنا أقول لك يا سيد كريم ومن خلالك طبعا أنت رجل فاضل إلى كل إخواني اللي يسمون نفسهم فصال مقاومة أقول لكم يا إخواني الأعزاء بوركت سواعدكم عندما قاتلتم وحررتم الأرض من داعش غصبا علينا أنا أقول لك غصبا علينا بوركت سواعدكم وهنيئا لكم أنكم كتبتم في التاريخ شاركوا في التحرير وهذا إنجاز يليق بالعراق ويليق بكل الأبطال الذين شاركوا فيه ولكن أرجوكم مو تخولون العراق إلى معسكر تدريب ارجعوا إلى الحكمة والمنطق انطوا فرصة إلى السياسة عدائكم نزعوا نظارات خامنئي وخميني وخلوا عدائكم مع الأمريكان عداء مصالح أنا أقول لك أنا كعراقي ما أطمئن للأمريكان ولا مطمئن لترامب بس بنفس الوقت مو معناها أفتح جبهة مع الأمريكان العراق مو قادر الآن على أن يغطي موازنة الاتحادية مع التشغيلية فضلاً عن فتح حروب دولية كريم النوري سيد كريم مش وقت تتركون سياسة الختيلان الشيعية اللي كان يتحدث عنها سيد غيث أقعد بعثيين أقعدوا يا البعثيين أمريكان أقعدوا يا الأمريكان وخلصونا من هالمهاترات اللي شفنا من عندها بس الويل العراقي رابط أولاً أنا لا أضع نفسي هنا حتى أدافع عن سياسة الختيلان أولاً حزب البعث انتهى وهناك من يريد إحياء البعث بالأوهام وجعله كابوس لأخافة العراقيين للتمسك به والتغطية على فساد الطبقة السياسية البعث يريد من جعل البعث حقيقة انطلاقه وحتى من يدهم المظاهرات والاحتجاجات بأنها من تحريك بحثي أنه يغالب الحقيقة يريد أن يقول أن البعث حريص سمعناها بس من نواب شيعة سيد كريم التخويف وعودة البعث سمعناها بس من نواب شيعة أولاً أحسنت هو هذا فوبيا البعث حتى يبررون تمسك الجماهير بهم وهذا هزيمة أولاً هناك أزمة ثقة بين الشارع والسياسين أرادوا استعادة الثقة من خلال التخويف كما بدأنا في بداية الصخوط السنة تخيف أبنائها من خطر الشيعة ودفع الثمن أخطاء صدام عسين والشيعة يذكرون أبنائهم بالمقابر الجماعية القادمة وكذلك الكرد بمذابح حلبشة واحد كان يخوف الآخر حتى يتمسكون به هاي نفس الطريقة اليوم اليوم لقونهم قوانا جديدة طريقة جديدة حتى انصالح جماهيرنا هاي مشمول بيها هاي النظرية سيد كريم هاي النظرية مشمول بيها السيد هاد العامري أنا أخاف عليك وما أردح أرجعك احيا مشمول بيها سيد هاد العامري لو لا أنا ما لا بس خلنا أخدمك هالسفر أنا أمثل لا لا أمثل موقفي كريم النوري لا أمثل موقف بس خلنا وضح لك ايه تفضل خلنا وضح لك صناعة الكابوس صناعة الكابوس البحثي احنا صنعناه حتى نغطى على عيوبنا ومثالبنا وبلك ينقنع الناس القشمرهم يلتسقون بنا من جديد هاي وعدة أما أمريكا أسقطت النظام جيد أسقطت صدام ما نتأكد أي حزب أي جهة لم تكن قادرة بأسقى صدام هاي واقع لكن أمريكا أسقطت صدام هل هذا يعني هي طبعا سقطت صدام وسقطت مصداقية السياسين أيضا خلتهم بالدولة قدمتهم سكتت عن الفساد وبرايمر هم لعب لعب ونتيجة هم سقطوا سقطوا صدام وسقطوا مصداقية السياسين شكرا لك سيد كريم مقدر والله رضغت الشيخ غيثة ميمي يلا بدقيقة شوي ملاحظة ايه بدقيقة تفضل نا بس ما يغال أولا الوثوق الوثوق بأمريكا سراب الوثوق بأمريكا سراب أمريكا لا صديقة لها لا يمكن الثقة والاستقوى بالأمريكان يبقى نقطة أخيرة أنا أعظم صوتي إلى أن نسحب كل تأثيرات الأحزاب عن الحج الشعبي ولا يمكن أن نجعل العراق بعد السقوط داعش أنا ما خايفين من الحج الشعبي سيد كري ما خايفين من الحج الشعبي خايفين من الفصائل الولائية اللي ما تعترف أصلا بالحج الشعبي ما تعترف أصلا بهذا العامري ولا بالشيخ قيصر خزعلي خايفين من ذلك ما خايفين من الحج الشعبي ابن الخايب اللي قاتل واللي إلى الآن ثلاثة أرباحهم ما أعدهم رواتب عموما شكرا إلك سيد كريم النور القيادة بالحج الشعبي ايضا اشكر الستاذ غيث الالتميمي الكاتب والباحث شكرا استاذ غيث شكرا لضيوف الكرام بابا الفاتي كان بتصريح اليوم قال لا يجوز استخدام اسم الله تبريرا للقتل والارهاب والله يا باب احنا بالعراق ناس تستخدمه حتى يقطونه للبارات والملاهي وناس تستخدمه حتى ضحكون على الناس البسطاء وناس تستخدمه لانتهاك الحرمات والارامل والمطلقات وناس تستخدمه بالبنوق الاسلامية وشركات الصيرفة للربع والقروض بالفايز وناس تستخدمه للتهجير القصري وناس تستخدمه بتصنيع اللحوم والدجاج المستورد وناس تستخدمه لتصفية معارضيها وناس تستخدمه ضد ديران والسعودية وضد اليهود والصابئة والايزيديين وناس جاعت وتشردت وناس طفرت وناس انخطفت وناس انصكت وناس انعدمت وناس انذبحت وناس خاصة بالسجن وكل من وراء عساءة استخدام اسم الله شكرا لكم مشاهدين اشوفكم باشر ان شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة